والله أنا مع مونير زمان عملنا عمر عيني مدمعت وليومندل أنا الذي هو أعلن عنها طبعاً هتنزل بس طبعاً يعني كل فنان بيختار الوقت المناسب لنزول حاجة فهو مونير دي أول حساباته وأول حاجة حينزل بيها يعني فأنا مستني هو بس يلاقي الوقت المناسب ينزل هو كان عنده حفلة في العالمين ممكن كان مشغول فيها فبس كده كده لازم تنزل في الصيف يعني من فترة شوفنا حضرتك أبو العروسة ما شاء الله كان زي الأمر في المنزل والناس كلها كانت مبسوطة وفرحانة خاصة كان أولاد حضرتك مش معارفين أول الوسط الفني أول الإعلاني أو فيه فكان زي الأمر فأبو العروسة بقى وشعوره كان إيه هتشوف سنة صنكريكة جد قريب يعني والله يعني دي سنة الحياة يعني أي حد بيما بيتجوز ويخلف مهمته في الحياة أنه هو يوصل أولاده لبر الأمان بس فأهم حاجة أنها الواحد سطر البنت وبقت متجوزة وشخص محترم اللي جوزته الفرح زي ما أنت شايفة أو يعني كل الناس شايفت على السوشيال ميديا يعني فرح الحمد لله محترم الناس اللي جوم كلهم جوم بحب زي كان الفنانين تامر حسني وحميد ومحي وهاب ومصطفى وحكيم وليسي وابوسي وعبد الباصد ومصطفى حجاج وشيبة أو يا ناس كتيرة ودياب ودينة يعني الحمد لله كل دول جوم بحب وحمد أهلال ومصطفى كم يعني أكيد لازم حنس حد يعني لأنهما كانوا عشرين أو تمنتاشر مطرب يعني كله جي بحب وجي قاعد من أول الفرح لآخر الفرح وكانت أجواء جميلة والفنانة يوسرا والفنانة أحمد آدم والمخرج خالد يوسف وتامر أمين ولعبت كرة كتير ومنزر ريحنا ويعني الحمد لله خايفة نسح حد بس ده يعني النتاج اللي الواحدة عمله في التلاتين سنة اللي فاته من أعمال صدقات كده كل ده بعم فرح بنتي يعني هل بقى كنت تتعامل زي وصد عدل إمام مسلا مع رز من جهة أبنية مع جوز بنت خايف طبعا بنتك يعني هو هتتجوز وهتسيبك وتروح بيت تاني كان فيه الطريقة دي في التعاون شوية كنوم الخوف لا 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 ما فيش يا أصوصونة الحقيقة زي ما أنا تجوزت زي ما بنتي تجوزت زي ما أي حد بيجوز الحمد لله إن آآ لقيت آآ شخص كويس في حياتها أنا كمان لقيت شخص كويس في حيات بنتي فلا ما إحنا صحابي يعني أنا هو واحد